اشتركوا في القناة واجب علينا أن نقف وقفة صمت في يوم الشهيد ونستذكر بطولات رجالات الوطن من نذروا أنفسهم وقدموا التضحيات من أجل أن تكون البحرين أولى الأولويات آمنة ومستقرة شهيد الوطن سطر اسمه من ذهب بمواقف عظيمة جليلة تظل راسخة في تاريخ المملكة العريق ولهذا سخر جلالة الملك المفدى جل اهتمامه باحتضان ورعاية أسر الشهداء وذويهم وحرص كل الحرص على مواصلة حماية مكتسباتهم وحقوقهم على مدى أعوام واتخذ جلالة الملك المفدى في عام 2016 خطوة مباركة بإنشاء الصندوق الملكي لشهداء الواجب على أن يتولى رئاسته سمو ولي العهد رئيس الوزراء ليكون الصندوق مسؤولا مسؤولية مركزية عن جميع الحقوق والتسهيلات التي تقدم إلى عائلات الشهداء يقوم الصندوق على دعم شؤون أسر الشهداء والاهتمام بهم ومباشرة تنفيذ الخطط والبرامج الرامية لرعاية ذوي الشهداء كما يعمل على توفير مختلف الخدمات اللازمة بما يكفل لهم الحياة الكريمة مع ضمان مواصلة تقديم الدعم لذوي الشهداء عبر مختلف البرامج والمبادرات وتعتمد موارد الصندوق على الأموال التي يخصصها الديوان الملكي والمنح والهبات التي يتطوع بتقديمها الأفراد والمؤسسات وجاء الأمر الملكي السام بإنشاء هذا الصندوق إيمانا وتقديرا من جلالة الملك المفدى بالدور الذي قام به رجالات الوطن لحماية المملكة ويعزز الصندوق ثقة رجال الأمن في حماية مستقبلهم ومن يعولون أثناء قيامهم بالواجب في الدفاع عن الوطن المملكة عهدت على نفسها لمن عهد نفسه على خدمتها والتضحية من أجلها وحماية شعبها أن تبقى الحضن الدافئ لمستقبل من عاشوا ويعيشون على ترابها